بسم الله الرحمن الرحيم نبقى في شرح مقرر قضايا معاصرة في التربية الخاصة ونبقى في الوحدة السادسة قضية تأهيل وتوظيف دوية الإعاقة ونتناول الدرس الثالثة بتشغيل المهني لدوية الإعاقة طبعا التشغيل المهني لدوية الإعاقة هو إيجاد فرص للفرد تمكن من الحصول على دخل منتظم لقاء ما يبدله من جهد أو ما يقدم من خبرة والتشغيل هو قمة العملية التأهيلية ومحص العدد أما أهداف التشغيل المهني لدوية الإعاقة فمن أهداف تحقيق الذات وما سيتبع من ذلك من آثار إيجابية سواء اجتماعية أو نفسية أيضا كسب الدخل يضمن حد معين من الطمانينة ويؤمن مستوى معين من الحياة أيضا المساهمة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبناء الاقتصاد الوطني كذلك المساهمة في عملية الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لدوي الإعاقة والمساهمة في معالج بعض المشكلات الانفعالية تعاني منها ذوي الإعاقة والمساهمة في تغير الاتجاهات نحو ذوي الإعاقة والمساهمة في بقاء القدرات التي يمتلكها ذوي الإعاقة ويساعد في تنميتها أما من بعد الاستخدام والتشغيل التي يرسيت في توصية العمل الدولي بشأن التأهيل المهني لدوية الإعاقة ألا وهي المساواة بين دوي الإعاقة وغيرهم في فرص مزاولة العمل الذي يناسبهم والتركيز على مهارات وقدرات عمل دوي الإعاقة لا عجزهم وأيضا المساواة في فرص قبول العمل المناسب للعمل دوي الإعاقة مع أصحاب العمل الذين يختارونهم أن يكون التشغيل مرتبطا بالتدريب الذي تلقاه دوي الإعاقة وعدم تعريض دوي الإعاقة للخطر أن يكون التدريب له علاقة بميول واستعدادات دوي الإعاقة لو تكلمنا عن معوقات التشغيل المهني وتناولناها نقطة نقطة أول شيء معيقات تتعلق بالمجتمع طبعا كلما كانت اتجاهات إيجابية نحو ذوي الإعاقة كلما كان دعم المجتمع في تشغيل وتأهيل هؤلاء الأفراد وكلما كانت اتجاهات سلبية كلما دذلك على نقص دعم الأفراد ذوي الإعاقة ثمين الوضع الاقتصادي طبعا النمو الاقتصادي يكون على مستوى البلد مثلا في بعض البلدان توفر مليون وظيفة في السنة وهذا يوفر عدد كبير من الوظائف لدواء الإعاقة عكس يعني بعض الدول توفر 50 ألف وظيفة في السنة حتى للعادي الممكن لا يكون لديهم مجال للحصول على وظيفة بعد ذلك أصحاب العمل طبعا أصحاب الأمل نقصد بها أصحاب الشركات والمصانع وهؤلاء يكون لديهم تحفظات على تشغيل دواء الإعاقة فيما يتعلق بعدد من الأمور من هذه الأمور أولها الإنتاجية بمعنى أن أصحاب العمل ينظرون إلى إنتاجية الشخص بالكم كم ينتج هذا الموظف دواء الإعاقة حتى أنا أعطي راتب لا أن ينظر إلى أن دواء الإعاقة هو صاحب إنتاجية قليلة قبل تجريبه أيضا التكلفة التي ترتب على صاحب العمل لما سيقوم به من أعمال لتتناسب وحاجات دواء الإعاقة مثلا يقول لك أنا سوف أقوم بتكيفات معمارية سوف أقوم بتكيفات على الآلات سوف أقوم بتأمين مواصلات لهؤلاء الأشخاص دواء الإعاقة أيضا بما يتعلق بالتأمين الصحي بالنسبة لدواء الإعاقة وكثرة الأخطاء والأمراض ترغون لها وهذا تشكل عبار اقتصادية لصاحب العمل أكثر من كونهم عامل منتج داخل المصنع أيضا العمال المشاركين للعامل دواء الإعاقة في داخل الشركة هنا ممكن العمال المشاركين يعتقدون مسبقا بأنهم سوف يقومون بهذا العمل نياب عن الشخص دواء الإعاقة وبالتالي سيتضعف عملهم وهذه فكرة خاطئة طبعا أيضا آليات التواصل مع الشخص دواء الإعاقة وخاصة إذا كان دواء الإعاقة سمعية سجد العامل العادي صعوبة في عمل التواصل واستخدام الإشارة وهذا يحدم قضية التفاعل بشكل سلبي بين الموظفين إضافة إلى المخاطر التي يسببها الشخص دواء الإعاقة بداخل المصنع التي تعتبر الأشخاص العاديين في غنعنا يقولوا إحنا في غنع هذه المشاكل التي ممكن أن تحدث لنا من مشاركتنا لهذا الشخص دواء الإعاقة في العمل أيضا بما يتعلق بالشخص دواء الإعاقة نفسه طبعا هناك مجموعة من العوامل تقلل أو تزيد من فرص تشغيل ذوي الإعاقة في مجال العمل والسوق المفتوح وغيره من مجالات مثل نوع الإعاقة شدة الإعاقة العمر عند عملية التأهيل مستوى التكيف النفسي والاستقرار النفسي والإنتاجية طبعا الأهم من ذلك مستوى إيجادة واتقان ذوي الإعاقة للمهنة أيضا إيجابيات التأهيل المهني هناك عدد من إيجابيات التأهيل المهنة أولها تخفيف العبء الاقتصادي اثنين القطاع الحكومي يدعم ذوي الإعاقة وذلك عن طريق تطبيق أنظمة على الشركات توظيف ذوي الإعاقة مثلا بعض مكاتب العمل تحدد أنه 4% يجب أن تكون نسبة التوظيف من المعاقين من إجمال عدد العمال الذين يوظفون في السنة مثلا أيضا تحقيق الذات للشخص ذوي الإعاقة من باب المساواة والعدل مع العاديين أيضا تعمل الدولة على إعداد وتأهيل ذوي الإعاقة مثلا من خلال صرف على بعض الطلاب أو على ذوي الإعاقة من خلال التأهيل تصرف عليهم مبالغ معينة في السنة من أجل إعدادهم وتأهيلهم وتدريسهم أيضا مساهمة الفرد دوي الإعاقة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأنه يعتبر جزء من الوطن كبقية أفراد المجتمع أيضا يساعد التأهيل المهني ذوي الإعاقة على الاندماج في المجتمع كما يساعد التأهيل على عدم انحراف ذوي الإعاقة في المجتمع أما سلبيات التأهيل المهني فنظرة المجتمع السلبية ذوي الإعاقة تكبد الدولة خسارة مبالغ طائلة تحول دون الاستفادة من ذوي الإعاقة كما أن من السلبيات اللوم دوما موجه للقطاعات الخاصة ومن السلبيات أعطاء نسبة للشركات التي توظف ذوي الإعاقة مما يعني أن هذا الشخص غير كفه فلا بد من فرضه على أصحاب العمل وأيضا عدم تفعيل القوانين بسبب غياب الأنظيم وعدم فرض عقوبات ومن هذه السلبيات التأهيل المهني يجب أن يقود إلى التشغيل مما يعني أن عدم تشغيل هذا الشخص دوي الإعاقة يؤدي له إحباط مفهومه عن ذاته اشتركوا في القناة